السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله النهاردة كده مع بعض هنعمل كحك العيد الدايب هنعمله بطريق جديد يعني نعمله على السخن الطريقة سهلة وبسيطة جدا أحلى وأطعم وأحسن طريقة ممكن تعمليها شايفين عمط الكحك ما شاء الله الكحك دايب دوب وطعم وعايز أقول لكم حلو جدا جدا عمرك ما تشتريه من برات هاي الكحك زي ما انت شايفين كده متحنية من تحته اللونها حلو جدا كله أخد لون واحد التسوية بتاعتنا مزبوطة نبدأ كده في فصلتنا على طول ونشوف هنعمله مع بعض ازاي بس يا ريت قبل ما نبدأ تدعموا الفوديو باللايك والشير عشان يوصلوا كل الناس أول حاجة نوع دي اللي أنا باستخدمه ودقيق لجميع الاستعمالات أي نوع في نوع اسم دوبيلا وفي صنبلة الفرات المتاع عندك يستخدميه طبعا لو متاع عندك دي كحك استخدميه حلو جدا هو سعره بيكون أعلى شوية بس بصراحة بيكون نتيجته حلوة جدا هعمل معاكم النهاردة 2 كيلو دقيق زي ما انت شايفين كده معايا بس هكتب لكم في صندوق الوصف مقادير الكيلو عايزة ضعف الكمية دي حاجة ترجع ليك او تقليلي براحتك هنضيف دلوقتي عليه كده نص معلقة صغيرة من الملح واضيف كده كسين من الفانيليا لو عايزة تستخدمي ريحة كحك براحتك خالص لكن انا عندي هنا في البيت مش بيحبوا ريحة الكحك فبضيف الفانيليا كده دقيق جاهز معي تمام حاطيت عليه الملح والفانيليا ودلوقتي هنجازي الخميرة للكيلو دي بحط كده معلقة صغيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر في ناس بتزود السكر عن كده المعلقتين او لتلاتة براحتكم خالص بس انا بالنسبة للسكر المصبوط معلقة واحدة بس للكيلو واحنا شغالين كده مع بعض اقول لكم معيار الكيلو عشان بس ما تتلغبطوش معاي هحط للكيلو زي ما قلت لكم معلقة صغيرة من الخميرة معلقة كبيرة من السكر ربع كباية من الميا بقلب بقى كويس جدا الخميرة مع السكر وبنركنها على جنب لحد ما انتأكد ان الخميرة معانا شغالة متفعلة بحيث لو لقيت الخميرة معاك مش شغالة هتبداي طبعا تغيري عشان ما تبوزش معاك العجين كده خلاص قلبت الخميرة كويس جدا هغطيها واركنها على جنب ودولت نشوف كمية السمنة اللي احنا نستخدمها مع بعض معايا كده في طاس على النار لكل كيلو دقيق بحط 550 جرام من السمنة لو انت عايزة الكحكي دايب جدا زي ما شفتي كده معايا في البداية لكن لو عايزة وسط وبرضو هيكون حلو جدا وهيكون دايب هتعملي 500 جرام بس انا السنة اللي فاتت عملت معاكم 500 جرام هاخد بقى دلوقتي كده جزء من السمنة عشان احمر فيها السمسم هستخدم معاكم سمسم ابيض فعشان كده لازم احمره فانا احمره كده في السمنة البلدي هيديله طعم وناكلة حلوة جدا جدا حطيت كده حوالي 4 مغرف من السمنة المغرفة زي ما نشايفين كده مغرفة صغيرة وهبدأ دلوقتي اضيف لها السمسم كمية السمسم اللي انا استخدمها لكل كيلو دقيق 3 معلق كبار من السمسم استخدمت السمسم ابيض ولو عايزة اجيب السمسم محمص من البداية وما تحطوش في السمنة براحة الخارس بس المرحلة دي هتفرق جدا في طعم الكحكي معانا انجي تحمص السمسم ناكيته كده بتطلع بصراحة يطعمه حلو جدا في الكحك فانا كده خلاص حمصت السمسم بحيث انه يوصل للون الاصفر الخفيف هي الكاميرا هنا للأسف مش موضحة لون السمسم بس زي ما قلتلكم هتبدأوا تحمصه فيه على نارها دي بحيث يبقى لونه اصفر خفيف معاكم اول ما يتحمر معانا ويغض معانا لونه الاصفر الخفيف بتبدأي تنزيل بيها دي مباشرة بالشكل ده وهو سخن كده التحميسة دي هتفرق جدا وهتخلي طعم الكحك معانا حلو قوي انا هنا بحاول كده على المعلقة واريكم شكل السمسم عامل ازاي نزلت بقى كمية السمسم بتاعتي كلها بالشكل ده كده تمام جدا وهبدأ قلب السمسم معايا كده ايه على الدقي طبعا السمنة معانا على النار لازم تسخن تكون مأدوحة معانا وبعد ما تسخن معانا كويس بنبدأ نضيفها على دي مباشرة بس في المرحلة دي تخلوا بالكم لان السمن بقى سخن جدا دلوقتي خلاص السمنة اتقضحت معايا تمام هبدأ انزل بيها على دي مباشرة بالشكل ده طبعا تخلي بالكم زي ما قلت لكم السمنة سخنة جدا جدا فبنزل الكمية واستنى كده عشان الفوران وبعد كده بنزل باقي الكمية لحد ما نزل الكمية بتاعتي كلها طبعا زي ما قلت لكم انا مستخدمة النهاردة 2 كيلو دقيق فحطة كده معايا 1100 جرام خلاص حطت كمية السمنة بتاعتي كلها وببدأ اقلب كده مباشرة طبعا منقلب بالمعلامة مبنستخدمش ايدينا خالص طبعا الكحك ده مش محتاجة بالسوى لأي حاجة لان السمنة تنزل سخنة عليه تديره تحميسة حلوة قوي قوي للدقيق وبصراحة بيكون طعمه حلو جدا فبنبدأ كده نقلب بس بالمعلامة مش محتاجين ايدينا خالص اهم نقطة ان انت لازم العجينة دي تبرد معاك خالص يعني ان تبدأ يتقلبي فيها ممكن تقسميها على طبائين بحس انها تبرد معاك او تستني على العشر دقايق قبل ما نضيف لها السوى يعني ما ينفعش نضيف عليها لا السوى ولا الخميرة غير لما تبرد معنا تماما فانا ببدأ اقلب بالشكل ده واول ما تبرد معايا ابدأ احط عليها السوى طبعا في المرحلة دي احنا مش بنستخدم ايدينا خالص هتحس انه نعم جدا ودايب قوي ما تهلاقيش خالص اول ما يبرد هنتمسك معاك وبقى حلوة قوي فببدأ اقلب بالشكل ده هي بدأ اتبرد معايا في المرحلة دي تمام بعد كده نبدأ بقى نعمل الخميرة بتاعتنا يعني انتي ما بتحطيش الخميرة عليها السكر غير لما السامنة تبدأ تبرد معاك على الدقيق في المرحلة دي خلاصا اعملت الخميرة وبدأت تتفاعل معايا بالشكل ده ما شاء الله الخميرة متفاعلة جدا بحط بقى كمية الخميرة بتاعتي وببدأ اقلب برضو بالمعلقة مش هستخدم ايديا دلوقتي خالص هستخدم ايديا لما ابدأ اضيف ايه المياه النهاردة انا هعجب معاكم بالمياه ليه لانا هعمل كمية كحكة كبيرة زي ما انت شايفين كده هعمل اتنين كيلو ولسا هيقعد معانا شوي لكن لو انت هتعمل الكمية قليلا نص كيلو او كيلو هيتاكل معاك على طول فاستخدمي الحليب ليه بقى ما بنستخدمش الحليب لما كنا نعمل كمية كبيرة لان الحليب لما بيقعد بيعطن او بمعنى اصحق طعمه بيغير لكن المياه عمر ما يجرى لها اي حاجة والمحلات طبعا بتستخدموا مياه هنضيف مياه قد ايه لكل كيلو دقيه بضيف 200 ملي من المياه يعني كوباية نقصة معلقتين اللي هو مج الشاي العادي نقص معلقتين بالنسبة للمياه انت بتضيفي بالتدريج يعني ما ينفعش تضيفي مرة واحدة بتضيفي كده المياه وتعجيني بتلاقي العجينة معاك تمسكت تمام وكورتها على اديكي والكحكاية ما فيش فيها اي تشاوئات هيبقى تمام مش محتاجة مياه اللي بتها لسه مشاقة معاكي بقى هي لسه محتاجة مياه او حليب على حسب اللي هتستخدمي فانا بضيف بالتدريج بالشكل ده وعجن لحد العجينة متلمي معايا تمام كده خلاص في المرحلة دي هبدأ بقى اعجن بادي طبعا مش بياخد عجن خالص زي ما شفته كده معايا لان هو دايب اصلا مش محتاج حاجة خالص يعني السمنم دويبه اصلا فانتي ايه يا دوب بتقليبي كده وتلاقي العجينة معاك تمسكت تمام في المرحلة دي خلاص انا اضفت كمية المية بتاعتي كلها عشان بس مش عايز اطول عليكم في الفيديو تمام والعجينة اتماسكت معايا تمام دلوقتي انا اختبارها قدامكم بقور الكحكاية معايا بالشكل ده مفيش فيها اي تشاؤقات خالص يبقى كده العجينة بتاعتي مظبوطة تمام هنبدأ بقى نشتغل فيها على طول هجيب بقى كده ايه الميزان بتاعي وابدأ كده اشكل العجينة انا هنا هعمل حجم الكحكاية 22 جرام طبعا حجم الكحكاية دي رجع ليكه في ناس بتحب حجمها صغير وناس بتحب حجمها كبير برحكم خالص طبعا عينكم ميزانكم مش شرط ميزان خالص انا مع الوقت كده وانا بكور بدأت تزبط معايا لوحدها من غير موزن خالص خلاص ايديك بتتعود فبتعرفك كده حجم الكحكاية معاك بعمل ايه بكور كمية العجين بتاعتي كلها طبعا ببقى اني بشتغل واحدة ما حنتش بساعدني فبقور العجين كله زي ما شفتوا كده معايا على الميزانة وبعد كده بجهز الصواني بتاعتي وابدأ اخذ الكورة اللي انا شكلتها بحطها كده معايا على الصاج وطبع على طول مباشرة ما بياخدش بقى معايا وقت خالص باخد الكورة يدب بحط كده عليها الطبعة لحد ما خلص الكمية بتاعتي كلها بما اني طبعا انا بشكل لوحدة فبياخد معايا وقت فانا مشى خليه يرتاح معايا لكن انت لو في حد بساعدك هتخلي العجين يختمر معاك او يرتاح لمدة نص ساعة انا بالنسبة لي طبعا على ما بخلص بياخد معايا وقت لان الكمية زي ما انت شايفين كده كبيرة وانا بشتغل لوحدة فانا هشتغل على طول هدخله على الفرن مباشر هندخله معايا الفرن على درجة حرارة 160 طبعا لازم الفرن يكون يمسخناه الاول بياخد معاك من 25 ل 30 دقيقة اول ما تلاقيه خد معاك لون من تحت بتفتحي علي الشواية دي الكمية بتاعتي كلها عملت معايا خمس صواني ما شاء الله الكحك طالح كله متحني كده من تحت واغد معايا الون ده بحلو جدا طبعا يا جماعة الكحك اول ما بنطلعه كده من الفرن ما بنجيش جنبه خالص بنسيبه على الصاج اقل حاجة ساعتين او تلاتة كمان لحد ما يبرد معنا تماما وبعدها نبدأ نحطه معنا في العلبة لانت هتشليه فيها بتحط كده رقم من الكحك وتفريدي كيس وهكذا لحد ما تخلص الكمية بتاعتك كلها شايفين الكحك ما شاء الله دايب وعايز اقول لكم طعمه بقى حلو جدا ورحته قلبة الدنيا ان شاء الله لما اتجربوا بالمقادير دي اتلمعكم مزبوط من اول مرة وبكده النهاردة نكون حضرنا كده مع بعض انجح واحسن طريقة للكحك العيد ما شاء الله حلو جدا جدا سامحوني بقى على صوتي في ناس كتير جدا سألتني في التعليقات يا دعاء ليه ما بتنزليش الفيديو بصوتك لان انا والله يا جماعة تعبان ومش قادر اسجل خالص حتى سجلتلكم النهاردة وحسن نسوتي برضو تعبان بس طبعا سجلت النهاردة الكحك عشان اقول لكم كل التفاصيل مينفعش طبعا كنت ايه اكتب على الفيديو بكده الفيديو النهاردة نكون خلص معنا اتمنى طبعا لو عجبكم تدعموا باللاقيك والشير واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفة جديدة ومع الفي سلامة